دعنا نتذكر بعض القوانين أو الأشياء التي حسبناها سابقاً مثلاً عندما تكون عندنا fx نفعل x تربيع وردنا أن نحسب مشتقةها طبعاً لما كنا نريد أن نحسب المشتقة لهذه الدالة استخدمنا القانون التالي اللي هو limit نهاية fx زائد h ناقص fx على h عندما h تقترب من من؟ من الصفر هذا كان يعطينا فعلاً اللي هو قيمة ميل المماس للدالة عند نقطة محددة وعممناه واستخدمناه لإيجاد قانون بحيث أنه يعطينا قيمة الميل للمماس لمنحنا الدالة عند أي نقطة وحسبناه بالنسبة للfx تربيع وطلع سميناه اللي هي مشتقة للfx ويساوي 2x لاحظوا معي اللي صار التالي هنا الاثنين نزلت وصارت في مضروف العدد x أو في المتغير x والأس نقص من 2 إلى كم؟ إلى 1 طيب ماذا لو كان عندنا الفx تساوي x أو 3 يا ترى ما هي مشتقتها؟ دعونا نستخدم نفس الأسلوب الثلاثة هي الأس إذن تصبح ثلاثة مضروبة تحت ثم نقص ثلاثة منها كم؟ واحد فتصبح x أو كم؟ أوس 2 طيب ماذا لو كان عندنا فx تساوي x أو 4 أيضا بنفس الأسلوب نبغى نشري بالمشتقة فتصبح 4 x أو كم؟ بس ثلاثة طيب تذكروا فx يساوي x اللي فعلا المستقيم y يساوي x هذا احنا نعرف الميل حقه ميله هو معامل x اللي هو كم يساوي؟ واحد فلذلك مشتقته كم هتسير؟ واحد لو استخدمت نفس الأسلوب هيطلع عندنا x أو صفر يعني بواحد مضروف واحد يعني واحد إذن حتى هذه لاحظوا معي أيضا قيمة مشتقة الدالة هذه ساوي واحد طيب ماذا لو كان عندنا fx لأننا نأخذه بشكل عام x أو سن أي عدد وبنفس الأسلوب نلاحظنا أن هنا صار في عندنا نمط معين الأس تقدم قدام يعني تصير هذه 2 n ثم نقص من الأس واحد فتصير أس كم n ناقص واحد يعني لاحظوا الآن كيف صارت يعني الآن x أو 1 x أو 2 x أو 3 x أو 4 ثم بعدين استمرين إلى صار عندنا x أو سن كحالة عامة وأيضا هنا في هذه الحالة برضو أيضا صار عندنا نفس الشيء فلذلك الآن بستطاعت أن أقول أن إذا كان عندنا x أو س أي عدد مشتقة بكل بساطة هي n نضروبه في x أو سن ناقص واحد خلنا نخذ أمثلة على ذلك مثال خذ مثلا f x تساوي 5 x تربيع لاحظوا ضربنا في 5 ونشوف كيف نتعامل معها الآن بكل بساطة المشتقة هتساوي الخمسة زي ما هي ما نسوي فيها شيء إنما نشتقل x تربيع فسير 2 x إذا نساوي كم 10 x طيب مثال ثاني خذ مثلا عندك f يساوي ثلاثة في x وس كم s12 واشتقتها اللي f مشتقة طبعا الشرطة معناها مشتقة الأولى الثلاثة تبقى هنا اللي 12 تنزل تضرب في x ولو سنقص واحد بيصير كم 11 نضرب الثلاثة في 12 يعني كم هيصير 36 x s 11 طيب هذه عبارة عن إيش وحيدات حد ماذا لو كان عندنا كثيرة حدود خذ مثلا كثيرة الحدود g of x ككثيرة حدود بسيطة وصغيرة كثيرة حدود من الدرجة الثانية اللي هي ثلاثة x تربيع زائد خمسة x زائد ثلاثة هذه سهلة وهذه سهلة ثلاثة برضو سهلة بس يبغى أن لما نجي إن شاء الله عندها نتكلم عنها كيف نحسب مشتقتها إذا نحسب الآن مشتقة الجي x ثلاثة زي ما هي ثم مشتقة ال x تربيع شفتوها 2x زائد خمسة في مشتقة ال x اللي هي واحد هذه شفتوها اللي هي x fx تساوي x مشتقة بواحد زائد طيب الثلاثة ما هو الثلاثة g طيب افترض أن الثلاثة هي كدالة هي عبارة عن خط مستقيم يوازي محور x مدام أن يوازي محور x إذا ميله في هذه الحالة كم يساوي يساوي صفر إذا مشتقة كم تساوي صفر ومن هنا نقدر نحسب اللي مشتقة الجي اكس فتسير ثلاثة في الثنين يعني ستة x زائد خمسة في واحد خمسة والصفر راح وشكرا